حابب أقول أنه تخيل معي لو فيه أكثر من مخلص كان يبقى شيء كويس ولا شيء مش كويس لا حيبقى مش شيء مش كويس ليه؟ النس حتحطار النهاردة في مجال الطب بيبقى فيه تخصص واحد وأطباء كسرين أنا حصل معي اختبار أنا اتولدت وعشت وكبرت واتفرقت الخدمة بصوت ضعيف جدا وصوت مبحوح جدا ورب فرغني للخدمة بهذا الصوت وبعدين هذا الصوت الضعيف جدا المبحوح جدا وناس كتير بتعرف الكلام ده كمان رح فقد فبقيت خادم بلا صوت بلا صوت خادم بلا صوت فكنت ساكن في صعيد مصر نزلت القاهرة واخترت دكتور رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أستاذ دكتور كشف علي وقال آه في لحمية على الأحبال الصوتية بص يا دكتور دي احنا بنعملها بالليزر أوعى حدي يقول لك جراحة وبعدين رحت أكشف عنده واحد تاني برضو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب حطت منظر وقال آه لحمية على الأحبال الصوتية بص يا دكتور دي تتعمل جراحة أوعى حدي يقول لك بالليزر الليزر قول لي بقى أنا أعمل إيه؟ ده رئيس قسم الأنف والأذن وده رئيس رئيس قسم الأنف والأذن وطبعا البشادون حاليا سابوا المعنى الروحي أن الرب يسح هو الباب ويقول لك طب أنت عملتها ليزر ولا جراحة طب أنا مش هقول لهم أنا صار عنده حب الاستطلاع هقول لك بقى يعني الفكرة أنه ده لي وجه النظر وده لي وجه النظر وأنا اللي أقع في حيرة لكن نشكر الرب بس أنت طبيب أي طبيب طب ما ده لي وجه النظر واللي يعني ما يؤيد فكرته على الأقل يعني ما عندكش الاستنارة تعرف مين ما الاثنين المفروض الاثنين صح بس المح بيقول لك أوعى تعملها جراحة والتاني بيقول لك أوعى تعملها ليزر أنت النتيجة وأنا دكتور كنت دكتور جراح قبل ما ترقى وابقى خادم للإنجيل شوف أنت بتقول دكتور يعني دكتور وحتارت علشان فيه أكثر من دكتور في نفس التقصص علشان الناس ما يحتروش أنا بعدين عملتها جراحة والرب اداني صوت جديد صوت فقد لمدة 37 سنة الرب اداني هدية اداني هذا الصوت يعني قبل كده ما كانش صوت كده على إطلاق مجدان للرب فأنا هو الباب أنا هو الباب المسيح هو المخلص الوحيد اشتركوا في القناة